أشارت دراسة جديدة أن الإصابة بالسرطان خلال السنوات الممتدة من عام 1967 إلى العام 2012 في منطقة خليج حيفا كانت مرتبطة بالتعرض لتلوث الهواء من الصناعة في تلك المنطقة وقالت وزارة حماية البيئة في بيان صحفي أنه مجموعة من العلماء والباحثين من الجامعة العبرية وهداسة ومعهد التخنيون وسلاح الطب والمركز الوطني لمتابعة الأمراض في وزارة الصحة قاموا بهذه الدراسة وذلك بدعم الوزارة لحماية البيئة وأشارت الوزارة إلى أنه في الفترة ما بين عام 2015 إلى 2020 تسجيل انخفاض بنسبة 56% من انبعاث المواد العضوية المتطيرة في خليج حيفا والتي تعتبر بعض مركباتها مواد مصرطنة وتشير بيانات البحث العلمي إلى العلاقة بين التعرض لتلوث الهواء الصناعي في منطقة خليج حيفا وبين الإصابة بأمراض السرطان خلال السنوات المذكورة للحديث عن هذا الموضوع بإسهاب ينضم إلينا في بث حيوم بشرة من الستوديو الخبير البيئي والناشط في قضايا البيئة والمناخ عبد نميرني أهلا ومرحبا بك أخي عبد أهلا ومرحبا بك وبجميع الإخوة المشاهدين أخي شاكنا بداية انهلك أن تشرح لنا لماذا احتلت منطقة خليج حيفا دائما العناوين بما يتعلق بالتلوث البيئة ما الذي يميز المصانع في هذه المنطقة عن المصانع في بلدات أخرى معروف عن منطقة حيفا أن هي أكبر منطقة صناعية موجودة عندنا في بلادنا وتركيز الصناعة الملوثة في البلاد هي في منطقة خليج حيفا أنا أقصد أيضا المصانع الملوثة أهم المصانع الملوثة تكمن في منطقة حيفا ولذلك هذه المنطقة تعتبر مركز الصناعة وصناعة البتروكمويات في البلاد ومخازن أيضا النفط وكل المصانع الثقيلة اللي موجودة عندنا في البلاد اللي بتأدي إلى تلوث وإلى انبعاث المواد العضوية والغازات اللي بتأدي لكثير من المشاكل اللي راحين اللي ذكرتها في المقدمة اللي احتلت عنوين في الأمس أخ عبدالي ماذا يجب أن يشعر السكان في مدينة حيفا وسكان منطقة حيفا بشكل عام يشعرون بالقلق مثل هذه الدراسة طبيعي منطقة حيفا المعطيات وهي معطيات مؤكدة من العلماء من الدراسات ومن المعطيات المؤكدة أيضا بين الناس أن منطقة حيفا تحتل النسبة الكبيرة من بين الأمراض وخاصة أمراض السرطان بأنواع مختلفة وهذا يؤكد أيضا أن هذه المنطقة منطقة موبوءة خلينا نقول موبوءة بيئيا ولذلك المنظمات البيئية دائما حذرت ودعت وسعت في نضالها عبر سنوات طويلة على إخراج هذه المصانع الملوثة من هذه المنطقة من منطقة مأهولة كثير بالسكان ميتروبيلين حيفا حضرت حيفا منطقة مقتضة سكانيا ولذلك المهم بالمهم أن هناك قرارات حتى لم تنفذ بإخراج هذه المصانع الملوثة من هذه المنطقة إذن ما الجديد في هذه الدراسة خاصة وأننا قرأنا وتابعنا أكثر من مرة دراسات تشير إلى مخاطر التلوث في منطقة خليج حيفا وتتركوا إليها مرارا وتكرانا هذا يؤكد هذا دراسة مؤكدة من علماء من التخنيون الجامعة العبرية من المركز الصحي من خيرة العلماء اللي ببحثوا في أمور الصحة أن هناك علاقة ما بين التلوث وما بين الأمراض السرطانية النسبة العالية في حالة زي ما شفنا انخفضت نسبة التلوث خلال السنوات الأخيرة أيضا انخفضت نسبة الأمراض السرطانية ولكن ما قبل عام 2012 الدراسة أكدت بالمعطيات المهمة أن هناك علاقة كبيرة ما بين التلوث وأمراض السرطان وهذا شيء مؤكد بالدراسات وأيضا بنسبة المرضى اللي موجودين في هذه المرضى إلى أي مدى الوضع في خريج حيفا اليوم أفضل مما كان عليه سابقا وتحديدا في السنوات التي ورد ذكرها في الدراسة؟ التلوث ما زال والمصانع ما زالت ولكن هناك مراقبة ممكن أكثر على هذه المصانع هناك ترقب كبير أيضا على نسبة التلوث اللي بتحدثه هذه المصانع ولكن ما زالت هذه المنطقة نعتقد موبوءة بيئيا ولذلك المطالبة نحن كمنظمات ونشطاء بيئيين نسعى ونعمل على إخراج المصانع الملوثة من هذه المناطق بالكامل إلى إخراجها إلى مناطق بعيدة وإلى أيضا إحداث تغيير جذري في قضية الطاقة واستعمال الطاقة البديلي بدل الطاقة وخاصة مصانع التكرير النفط البترول اللي هي أكثر مصانع ملوثة في هذه المنطقة ونسعى إلى نقلها إلى أكفالها وإلى إبعادها عن المواطنين لأنها هي السبب الأساسي في التلوث في هذه المنطقة عبد نمارني الخبير البيئي وزيرة حماية البيئة تمارت زامبرغ قالت تعقيبا على الدراسة وأنا أكتبس قرار الحكومة بإخلاء المصانع في منطقة خليج حيفا الذي اتخذناه هذه السنة خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب التسريح في تنفيذ تنفيذه طبعا ضمن تركية إسرائيل الاتصاد عديم الوقود طبيعي ماذا؟ هل ذلك قابل للتنفيذ بالفهد؟ طبيعي مهم جدا كل شيء إذا ساعة فيه قرار مهم من الحكومة من مدراء العامين لجنة المدراء العامين على إخراج هذه المصانع من 2015 هذا القرار بإخراج ما المقصود بالاقتصاد عديم الوقود؟ طبيعي اليوم على الطاقة البديلة الطاقة اللي ما هي بتلوث استعمال الطاقة والاتجاه اليوم في العالم بشكل عام أيضا في بلادنا هو البدء في طاقة بديلة اللي تعتمد أكثر على عدم التلوث واستبدال الطاقة الملوثة اللي إحنا بنستخدم من المصانع أيضا إنتاج الكهرباء بالفحم الحجري هذا أمر معدوم اليوم بالأساس في العالم بدأ طاقة الشمسية طاقة اللي تنتج أيضا عن طريق الرياح ولذلك إنتاج طاقة بديلة بدل الطاقة الملوثة وهذا أمر ساعة وتسعى في بلادنا في هذا المصار الهام والتحضيرات اليوم بدأت على استقبال القمة العالمية للمناخ على الحماية الأرض من التلوث اللي رايح تكون في 6 نوفمبر بشارح داعش في شرم الشيخ وقريب علينا كل دول العالم زعماء العالم رايح يقعدوا ويتابعوا قضية الاتفاقيات العالمية للمناخ وعدم التلوث وأيضا في بلادنا بلادنا اليوم ساير في هذا المصار المهم في قضية حماية الكرة الأرضية وانخفاض التلوث اللي موجودين فيه طيب نرجع كمان مرة إلى الدراسة التي وجدت أنه خلال السنوات التي تم فحصها طرأت زيادة في الإصابات بأمراض الربو أمراض أخرى مثل الحساسية أي أننا لا نتحدث فقط عن خطر الإصابة بمرض السرطان هناك الربو هناك الحساسية ما هذا طبيعي المناطق الملوثة هي مناطق كثيرة مزعجة للسكان وخطرة أيضا على صحة السكان لذلك الدراسة بمعطياتها لطرحتها ليس فقط على أمراض الرئى أمراض الربو أمراض السرطان بأشكال مختلفة أيضا خاصة للنساء سرطان الثادي سرطان الدام سرطان أنواع مختلفة من السرطانات التي تحدثوا قضايا التلوث من المعطيات المؤكدة هنا هنا معطيات مؤكدة من خبراء من أطباء من علماء التي أكدوا هذه المعطيات وليس مجال أيضا لإنكارها أو للتخلي عنها هذا أمر مهم يجب أن نسعى ونعمل على التخفيف وإخراج هذه الصناعة من هذه المنطقة المقتضة طيب إذا وزارة الحماية التلبيئة تقول أنها تقوم بفرض رقابة على المصانع للتأكد من تنفيذ تعليمات القانون خلال استدعاء المسؤولين من المصانع المتسببة في التلويض إلى جلسات الاستماع وفرض غرامات مالية عالية طبعا أغالية هل فعلا هذا أراد لهذه المصانع؟ نحن ندري أن وزارة البيئة عندها منحة قوي جدا أيضا في تعاملها مع الصناعة الملوثة وهذا أمر ندري به أنه هناك محطات لقياس التلوث في الهواء تحنوت نتور وقضية المراقبة الشديدة على المصانع الملوثة وحتى في أحيانا هناك إغلاق مصانع نحن نسعى ونعمل على كل هذه الصناعة الصناعة الثقيلة الصناعة الملوثة الصناعة التي تؤدي إلى الأمراض وخاصة أمراض السرطان أن تخرج أو إخراجها إغفالها نقلها إلى مناطق بعيدة عن المناطق المأهولة وعدم جلبها حتى على الساحات الخلفية إلى مجتمعنا إلا نقلها وإغفالها وتحويلها أيضا إلى مصانع التي هي صديقة للبيئة وإلى ترتيب الأمور أكثر وأكثر في هذه المنطقة الموبوعة بيئية عبد نماري الخبير البيئي نحن نعلم أن البيئة وتغير المناخ باتا من أكثر الأمور التي تشغل بال العالم في الكرة الأرضية قاطبة سؤالي هل بالإمكان بإمكان الإنسان أن يصلح ما ألحق من ضرر البيئة خصوصا وأن الأنظار تتجه إلى مؤتمر المناخ الذي سيجري بعد أشهر في شرم الشيخ في مصر هل تعلق أمالا كبيرا على هذا المؤتمر؟ أنا أعتقد أن هناك مجهود عالمي كبير مهم في العالم كله وندري هذه المؤتمرات التي تعقد كل سنة وكل متابعة ومعاهدات دولية وتوقيع زعماء العالم على هذه المعاهدات هذا أمر جدي مهم أن العالم اليوم في اتجاه أن يحافظ على الكرة الأرضية هناك مجهود عالمي للمحافظة على الكرة الأرضية هناك لقاء عالمي مهم وهو الأول طبيعي كل زعماء العالم بلتقوا فيه حتى يتابعوا قضية التلوث والتخفيف من التلوث التي تحدثه بعض الدول الصناعية ومهم جدا أن الولايات المتحدة عادت إلى هذه المعاهدات قبل في فترة الأخيرة بايدن بتوقيعه الأول عندما رجع معاهدة باريس توقيع الولايات المتحدة على تخفيف نسبة التلوث في الولايات المتحدة وهي من الدول الملوثة كبيرة في العالم والتي رفضها ترامب طبيعي ترامب رفضها بايدن رجع أنه إحنا جزء من هذا المجهود العالمي اللي نحفظ على الكرة الأرضية سؤال أخير عبد نمارني اليوم شاهدنا مقطع فيديو عبر موقع بانت لإنقاذ سلحة بحرية عالقة بنفايات بلاستيكية عند الشاطئ الإخديرة وسنعرض هذا الفيديو طبعا في نهاية برنامج اليوم وسؤالي هو إلى أي مدى الضرر بالحيوانات البحرية تحديدا يؤثر على التوازن البيئي ويعود بالضرر على الإنسان الطبيعي مهم جدا البيئة البحرية ومهم جدا هذا يعني شاهد ذلك على الشاشة القضايا البيئية والبيئة البحرية مهمة لنحافظ عليها الكائنات الحي البحرية وخاصة سلحفاء طبيعي مهم جدا أن نحافظ على هذه الكائنات عدم رمي النفايات وخاصة لبلاستيك إلى البحر على شواطئ البحر هاي أكبر ضرر كبير اليوم بتعاني منه الكائنات الحية في البحر في بعض المناطق في البلاد والمدن في بلادنا منعوا استعمال منعا باتا نبلاستيك على شواطئ البحر ومهم جدا أن نحافظ على شواطئ بلادنا على الكائنات الحية في البلادنا على المحميات أيضا المحميات الطبيعية البحرية اللي تم إعلانها في بلادنا أيضا نحافظ ونحافظ على البحر لأنه جزء مهم جدا من البيئة اللي احنا عايشين فيها عبد نمارني الخبير البيئي شكرا لحضورك للساوديو شكرا على هذه الإضاءات نلتقيكها في مناسبة أخرى شكرا إلىك أخي شاكر